تحياتي وصلني ايميل من الصديق محمد في سوريا بيتكلم بيقول لما دورت على الفائزين بالكرة الذهبية ما لقيت ماردونا فائز فيها حتى سنة 86 الخارقة شو اللي صار او ليش وبصراحة هيك ايميلات يعني بعض الاحيان الواحد انه بلش يكبر بالعمر وهيك ببلش ينسى قدنش كرة القدم فعلا تغيرت ما بين الثمانينات والتسعينات واليوم وبتذكر انه في معلومات ربما لازم ترجع تنطرح بالتفصيل عشان نكون فهمين الصورة الكاملة حنجاوب ليش ماردونا ليش بيليه ما فازوا بالكرة الذهبية بعد ما تتركوا لايك وتشتركوا بالقناة الجميع بيحكي عن عظمة بيليه عن عظمة ماردونا لكن لما تسأل كم كرة ذهبية محهم بقول لك ولا شي بس لما تدور اكتر حتى القلائبين فيزين فيها ما بتعرفهم وحتى حراس مرمى مثل الاسطورة ياشين طبعا السبب مش ظلم ولا تلاعب اعلامي ولا عنصرية السبب ببساطة ان الكرة الذهبية لما تأسست سنة ستة وخمسين كانت مخصصة لللاعبين الاوروبيين اللي بيلعبوا في اوروبا لانه وقتها كان في مشكلة كبيرة امريكا الجنوبية نجومها كانوا في امريكا الجنوبية يعني معظم منتخب البرازيل اللي جاب كؤوس العالم بلعب مع عندي برازيلية واللعيب الارجنتينيين المميزين كانوا في الارجنتين معظمهم لسبب مهم جدا وقتها ما كان لسه في فرق بالفلوس كانت كرة القدم الاوروبية مش متطورة صناعيا وتجاريا كانت امريكا الجنوبية اللاعبين المشاهير بيطلعوا فلوس كويس حتى مثلا بتقدر تشوفوا قديش فروات بيليه وغيره فهذا السبب الاول السبب الثاني كانت قوانين الاحتراف صعبة فكانت الاندي ما تقدرش تجيب اكثر من لاعب او لعبين وكانت لسه كرة القدم مش معولمة فكان في كثير لعبين مميزين في امريكا الجنوبية بيشوفوهم بكأس العالم وكثير لعبين بيحكوا عنهم شاطرين بافريقيا فصارت المبدأ المثالي عند المجلة انه انا حظم العالم لو صوتنا العالم كله لانه احنا كصحفيين لانه كانت تصويت وقتها بس صحفيين فرانس فوتبول بس شايفين اوروبا وبس مغطيين الكرة الاوروبية فهذا ظلم فقرروا خلوها لأفضل لاعب اوروبي بيلعب في اوروبا لمستوى لو ترجع لجرايد الثمانينات والسبعينات يوم تسليم الكرة الذهبية هتلقى كثير عنوين في صحف عربية انجليزية عالمية بتقول فلان هو افضل لاعب اوروبي من فرانس فوتبول وهذا السبب اللي ما خلى ماردونا يفوز فيها ولا بيل يفوز فيها وهذا السبب اللي حرم كرة القدم من منافسة ثنائية رهيبة على الكرة الذهبية بتشبه منافسة ميسي ورونالدو منافسة ماردونا وبلاتيني اللي كانت مولعة بينهم في ايطاليا ومول عميلهم على الصعيد الدولي كانوا الاثنين يعتبروا الافضل بفترتهم وبلاتيني فاز بالكرة الذهبية ثلاث مرات وراء بعض 83 و84 و85 تخيروا لو كانت في المنافسة بينهم وقتها على الكرة الذهبية قدش كانت حتين شهر من ايامهم معلومة لازم احكيها انه اللي فاز بسنة ال86 بالكرة الذهبية لاعب سبيتي اوكراني الجنسية بعد انهيار الاتحاد السبيتي اسمه ايغور بيلانوف كان نجم دينامو كيف فاز معهم بتلك السنة ببطولة كأس الكؤوس الاوروبية وهذا اللاعب كان يعتبر اسطورة في اوكرانيا ودينامو كيف وفاز معهم بلقب الدوري يعني تشير تخير الان لو واحد فاز بالدور الاوروبي وجاء بالدور الروسي بيعطوه افضل لاعب في العالم مستحيل وكذلك حرمان بيلين من المنافسة على الكرة الذهبية حرمنا من صراع رهيب مع ديستيفانو ديستيفانو اللي استفاد من جنسيته الاسبانية للعلم لانه ارجنتيني بس فاز بالكرة الذهبية زي ما بنعرف مرتين سنة سبعة وخمسين وتسعة وخمسين بلشت تيجي تكنولوجيا البث وبلشنا نعرف مباريات اكثر ونحضر مباريات في قارات اخرى وعشان هيك قررت فرانس فوتبول بسنة الخمس وتسعين اتوسع النظام شوي وتقول افضل لاعب بلعب في اوروبا هيك جائستي من يوم انطالع افضل لاعب مش ضروري يكون اوروبي بس ضروري يلعب في اوروبا قبل ذلك كانت الجنسية مهمة الان اصبحت المنطقة مهمة ومن اول سنة بفوز فيها الافريقي الوحيد اللي حمل الكرة الذهبية جورج ويا اللي بنيعرف انه اصبح رئيس ليبيريا حاولوا يكرموا مارادونا وبيلي فاعطوهم بالخمس وتسعين لمرادونا مثلا جائست كرة ذهبية تقديرية على فترته العظيمة اللي ندمت عليها فرانس فوتبول انها ما اعططوا الكرة الذهبية ايضا بيلي تلقى من الفيفا كرة ذهبية تاريخية وتعويضية عن اللي راح ومع زيادة عولمة كرة القدم في 2007 قررت فرانس فوتبول تقول افتحوا الكرة الذهبية لكل البشر وين ما لعبوا اسيا افريقيا اوروبا اللي هم حق يفوزوا بجأس افضل لاعب في العالم ومن سنة 2007 دخلت لاتة بنعرفهم كلنا في مسألة الفوز رغم انهم ما بيلعبوا باوروبا على قائمة الثلاثين المرشحين للجائزة النجم الكبير يونس محمود اللي قاد العراق لكأس اسيا 2007 واللي احتل المركز 29 حارس مكسيكي بنعرفه كلنا اوتشوا حارس كلاب امريكا واللي طبعا احتل المركز 30 والحارس الهدى في الاسطوري البرازيلي روجيروسيني اللي ايضا دخل في قائمة الثلاثين في سنة 2007 هذول الثلاثين ما كانوا يلعبوا في اوروبا رغم ذلك دخلوا عقائمة الافضل في العالم وعلى كل حال يبقى عدم فوز بيلي وماردونا بالكرة الذهبية دليل على عظمتهم دليل على تفوقهم الفردي بدون ما حدا يقيمهم ويعطيهم جوائز بعض الاحيان انت الجائزة بعض الاحيان انت بتحقق قيمة الجائزة مش العكس وهذا هو بيلي وماردونا نوصل هون لنهاية هذه الحلقة بذكركم لايك اشترك بالقناة والسلام عليكم ورحمة الله